بسم الله الرحمن الرحيم. بما يتعلق بالنقطة الثاثة نعتمدها بتصنيف الغدد هو types of secretion. نصنفها الغدد الى ثلاث يعني اعتماد على النوع او طبيعة او تكستر المادة اللي تنتجها وتفرزها. الى ثلاث انواع او ثلاث صناف. الميوكس غلاند والسيروس غلاند والميكس غلاند. الميوكس غلاند are characterized by their viscous secretion which contain a variety of myocene consisting of carbohydrates like a protein. طبعا تنتج مادة الميوثين واللي عبارة عن كاربوهيدرات غنية بالبروتينات السكرية. الميوثين لما يمتج الجوية الماء يتحول الى مادة لذجة. form a viscous solution known as mucus. وهو مهم البروتيكتيف يعني وظيفة protective and brocating. brocating يقوم بانزلاق يعني يوفر سطح تنزلق عليه الدقائق. على سطح الابيثيل السيرفس. الوحدات الافرازية لهذا النوع من الغدد. mostly tubular يعني تكون امبوبية. تتألف من compost of tall pyramidal to columnar secretaries cells. يعني الخلايا المكونة للنسيش طلعي بيتحالة او المبطن للغدة يكون يؤما خلايا طويلة او هرامية طويلة. ولهذا تنصبغ هنا بصبغات القياسية اللي هي متوكسلين ايوثين يكون تصبيغة فغيرة لهنا غنية بمادة الميوثين اللي تقلل التصبيغ وهذا ما يحدث بحيث نحن سننفكرا عن النقطة. الجوبلت سيلز ايضا تكون غنية بمادة الميوثين. لهذا التصبيغ هيكون ضعيف وغير واضح المعالمها مقارنة بالخلايا المجاورة النواة مادتها واضحة هنا. ليش لانه مليئة بمادة الميوثين اللي تقلل التصبيغ. وهي نقطة مهمة تتصف بها الجوبلت سيلز وايضا هذا النوع من القلايا. المجموعة الثانية هي سيروسكلان يعني الافراز مالته يكون مائي ويكون غني بالبروتينات ونشوف الوحدات طبعا يحتوي ايضا كونات اخرى مثلا زي موجين بكتيروسايدال كومبانت لمواد مضادة للبكتيريا وايوانات. وهنا نلاحظ الوحدات الافرازية لهذه المجموعة من الغدد. يكون عادة اسينار يعني عنبية الشكل وتتألف من خلايا هرمية قصيرة شورتر بيراميدستس واليوم يكون صغير. يعني الفراغ اللي موجود داخل الوحدة الافرازية يكون صغير الحجم. النوع الثالث هنا مهم اللي هو ميكست جلانز. يعني ينتج نوعين من الافرازات الواتري والميوكست. وهذا النوع من الخلايا يعني الخلايا المكونة لهذه الغداء المبطرة الغداء تتميز بجزئين جزء انسميه السرس داميليونس ويكون هلال الشكل كريسنت شيب كريسنت شيب ويطلق عليه حسب اسم الباحث اللي اكتشفه او العالم اكتشفه يسموها هاي الخلايا كول كريسنت أوف جيانيزي والجزء الثاني والانتراسيل والكنالكيولي تنقل المحتويات او الافرازات عبر الخلية الى اليومن الى اليومن اللي هو الفراغ. وهذه الصورة هي اللي تمثل الخلايا المكونة لهذا النوع اللي تنتج النوع عين الوتر والموكس ونكبرها اكثر حتى توضح بالنسبة لكم حتى تشوفون وين الجزء الهلالي وين الكنالكيال كانالكيال كانالكيولي اذا نكبرها شوفوا هذي هي الاشتاء الهلالية كريسنت شيب بارس وهذه هي الكنالكيولي وهذا هو اليومن مع الفراغ وهذه هي سكرتاري بار وهذا الخلايا الطلاقية المكونة له لكن بيه جزءين جزء السميه الالي لكريسنت شيب والجزء الكنالكيولي هناك نقوليش واضحة بس بمجراء الكيزرون تتوضح بشكل كبير وهي راح تنقل منتجات المن الى اليومن